السلام عليكم أعزائي الصغار ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة مادة الرياديات الحصة دينوما نرى فيها مع كريم كيفاش نتعلم الكتب الأرقام واحد جوج ثلاثة أربعة وخمسة ونحاولو نعاونوه باش يخرج التمرين اللي يعطاه له الأستاذ اللي المطلب منه فيه وانه يحسب في كل صورة عنده تماما يحسب شحان من مرة الصورة كالتعاود ويكتب الرقم المناسب تحت منه أجيو جميع نشوفو كيفاش كيكتبوا الأرقام باش نعاونو كريم باش يحل التمرين دياله شوفوا معي الصور هادو هنا على ليمن كتبا لكم جاجة مشحل من جاجة وحدة وهنا في اليسر كتبا لكم شجرة مشحل من شجرة وحدة اذا هنا سنكتبو الرقم واحد كيفاش كنكتبو الرقم واحد بحال هكه هكه وكتهبط نعود معك كتمشي من هنا كتطلح خط مائل وكتدر خط مستقيم كتمشي من هنا كتدر خط مائل وكتدر خط مستقيم كتدر خط مائل وكتدر خط مستقيم هذا هو الرقم واحد عرفتو كيفاش كنكتبو دابا ندوز دابا الرقم اثنان شحل من الحيوان كيباليكم هنا في الصورة او بالاحرى شحل من حمار كين واحد جوج جوج حمير وهنا في اليسر شحل من وردة كتباليكم وردة جوج يعني هنا عندنا جوج ديال الوردات وهنا جوج ديال الحمير اذا نكتب الرقم اثنان او رقم جوج رقم جوج كيفاش كنكتبو بحالوكا شحل من والesteem خطة مائل خطة الفقل او من kolej مره اخرى ضواره لخطة مائل خطة الفقل محاولة رابعة ندير دوارة ندير خط مائل ندير خط أفقي هذا هو الرقم جوج نرى الرقم ثلاثة هناك حل يبليكم من حصان هناك واحد جوج ثلاثة ثلاثة ديال الحصان وهناك حل منه مش عندي واحد جوج ثلاثة يعني هنا عندي ثلاثة المشاش وهنا ثلاثة ثلاثة ديال الحصان اذا نكتب الرقم ثلاثة كيف نكتب الرقم ثلاثة اتبعوا معي ندير خط أفقي خط مائل وبحل دوارة ولكن لا نكمله ندير خط أفقي خط مائل وبحل دوارة لا نكمله ثاني خط أفقي خط مائل و دوارة لا نكمله هذا هو الرقم ثلاثة ندير خط أفقي ندير خط أفقي ندير خط أفقي حسبوا معي شحل من الليمونة هنا واحد جوج ثلاثة أربعة يعني عندي ربعة تفاحات وربعة أربعة اذا نكتب الرقم ثلاثة كيف نكتب الرقم ثلاثة سهلة ندير خط مائل ثلاثة ندير خط أفقي و خط عمودي و أعيد ندير خط مائل خط أفقي خط عمودي و أعيد مرة أخرى خط مائل خط أفقي خط عمودي خط مائل خط أفقي خط عمودي نفهم؟ هذا هو الرقم أربعة نرى آخر الرقم في الحصد اليوم هو الرقم خمسة و هجم نحسبه شعلم النقطة هنا عندي وحدة جوج ثلاثة ربعة خمسة صحيح عندي خمسة نقاط وهنا شعلم المشيكي شوف اسم كين واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة يعني هنا عندي خمسة المشاش وهنا عندي خمسة نقاط يعني نكتب الرقم خمسة خمسة سهل نقاط شرطة وفقية شرطة عمودي و زيادة نقاط شرطة حمومية و زيادة ük شرطة عمودية نقاط شرطة عمودية و زيادة و كما ن найدد اثبت نقاط شرطة أخرى نجيب نص دائرة وهكذا كتبت الرقم خمسة لكي تعلم وتكتبوا الأرقام خذ الوحة وكتب رقم واحد بزافت المرات كتب الرقم جوج بزافت المرات كتب الرقم ثلاثة بزافت المرات الرقم أربعة كذلك بزافت المرات كتب الرقم ثلاثة بزافت المرات كتب الرقم ثلاثة بزافت المرات كتب الرقم واحد جوج ثلاثة ربعة وخمسة نحن نعاون كريم لكي يحل التمرين التمرين الكريم هو هذا نجد لكم الوقت تفكروا شوية وحاولوا تجاوبوا على التمرين الكريم في ورقة أو في اللوحة أخذ الوقت كريم وحاولوا تجاوب هذا التمرين ووصف المرات نبدأ هنا ما يحل من النقطة لدي نحسمك 1 جوج 3 4 يعني ما يحل من النقطة لدي 4 إذا الرقم الذي نكتب في الرقم هو الرقم 4 وكيف نقوم بكي أكتبوا الرقم 4 نقوم بوصف المرات خط مائل خط أفوقي خط عمودي صحيح نرى كيف حل من كاس هنا في تصويره كيف يبالينا كاس جوج ثلاثة ثلاثة الكيسان يعني نكشب الرقم ثلاثة نكشب ثلاثة هنا مرسومة عندي من بقرة عندي واحدة جوج يعني جوج بقرات إذا نكشب الرقم جوج كيف نكشبه؟ ندير دواره خط مائل خط أفوقي و هنا ما نحن لدي من سيارة و ما ندي من موبيلة هنا؟ وحدة إذا نكشب الرقم واحد نديرها و نديرها نحن خرجنا لكاريم تمرين ديالو كانت كاريم فرحان حي تعاونته في الحل للتمرين ديالو وكذلك لكم موعد جديد في درس آخر مع كريم في عالم الرياضيات السلام عليكم